في تصريح خاص لرؤية أكد مدير نشاط كرة القدم في نادي الوحدات زياد شلباي أن ناديه طلب بتغيير طاقم الحكام العراقي المكلف بإدارة مباراة الفيصل والوحدات يوم الخميس المقبل شلباي قال إن نادي الوحدات أرسل كتاباً رسمياً لاتحاد كرة القدم طلب فيه تغيير طاقم الحكام العراقي مبرراً ذلك برفض الوحدات ألية اختيار الطاقم والإعلان عنه قبل المباراة بخمسة أيام رجحت مصادر صحفية أنه من الصعب استجابة اتحاد كرة القدم لطلب الوحدات لأسباب عديدة أبرزها تلقي موافقة رسمية من الاتحاد العراقي لكرة القدم بالإضافة لضيق الوقت وصعوبة البحث عن طاقم حكام جديد بعد مشاركة تاريخية في أولمبياد توكيو كرمت اللجنة الأولمبية الأردنية البعثة المشاركة في الأولمبياد والتي حققت ميداليتين أولمبيتين للمرة الأولى في تاريخ الأردن تفاصيل أكثر في هذا التقرير البعثة الأردنية التي شاركت في أولمبياد توكيو 2020 اجتمعت في مكان واحد بدعوة من اللجنة الأولمبية لتكريمهم بعد أن حققت فضية وبرونزية في هذا المحفل العالمي ترأس هذا التكريم سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية وسمو الأمير راشد رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو وتم تقديم اللاعبين المشاركين بالأولمبيات للحضور تقدمهم كل من صالح الشرباتي المتوج بالميداليات الفضية في التايكواندو وعبد الرحمن المصافة الذي حقق البرونزية في الكراتيه وأشاد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ساري حمدان خلال كلمة ألقاها بالإنجاز الذي تحقق في أولمبيات توكيو مثمنا جهود اللاعبين واللاعبات جميعهم والذين سعوا من أجل تمثيل الأردني بأفضل صورة في أولمبيات توكيو بدوره أشار أمينو عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي بجهود سمو الأمير فيصل بن الحسين ومساهمته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز من خلال متابعته المستمرة للبعثة الأردنية في توكيو واهتمامه بأضق التفاصيل أول شيء لازم دائما نحكيه هو شكرا لكل لاعبيننا اللي اشتغلوا لا يوصلوا للمكان اللي يوصلوا والتأهل بحد ذاته كان مهمة صعبة جدا لكل لاعبيننا ومن ثم إنهم ينافسوا بالطريقة اللي ينافسوا فيها في أولمبيات توكيو هي شيء يشكروا عليه وطبعا العودة بميداليات هو دائما شيء إيجابي للجميع بفيد الرياضة الأردنية كلها فكمان شكرا للاعبيننا اللي أحرزوا الإنجازات الكبيرة وتم خلال الحفل استعراض لقطات من مشاركة اللاعبين واللاعبات في أولمبيات توكيو وتسليط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في هذه النسخة الأولمبية وبعد ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين البعثة الأردنية التي شاركت في أولمبيات توكيو من لاعبين ومدربين وأعضاء من الذين كانوا في اليابان عن عمر النهزة 75 عاما توفي اليوم واحد من أبرز أساطير كرة القدم العالمية على مر التاريخ الألماني جيرد مولر والإعلان عن وفاة مولر جاء من خلال الصفحة الرسمية لنادي بايم يونيخ التي استعرضت أبرز أرقام مولر حيث سجل 566 هدفا بقميص الفريق البافري كما سجل 68 هدفا مع منتخب ألمانيا وحقق مع بيان لقب دور أبطال أوروبا ثلاث مرات فيما حصد لقب الدور الألماني أربع مرات أما مع منتخب ألمانيا فقد تمكن مولر من تحقيق لقبي كأس العالم وكأس أمم أوروبا مرة واحدة في كل بطولة وفي الدور الإسباني يستهل برشلونة مشواره في موسمه الجديد بمباراة تجمعه مع ريال سوسيداد الليلة على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة يدخل هذا اللقاء واضع نصب عينيه الفوز على ضيفه سوسيداد خاصة وأنها أول مباراة له في الدوري بعد انتقال النجم الأرجنتيني ميسي وبعد عودة الجماهير إلى الدوري الإسباني من جهته يأمل سوسيداد في تحقيق المفاجأة على حساب برشلونة في مستهل الليغة حيث سيحاول سوسيداد تحقيق نتائج إيجابية في هذا الموسم للمحافظة على مشاركته في إحدى البطولة القرية ترجمة نانسي قنقر